وسائل اعلام ومنصات فبركة وتضليل جاهزة كعادتها لشن حملة تلوى الاخرى والهدف دائما هو تصويق المزاعم التي تحاول النيل من سوريا وجيشها وشعبها على مدار سنوات الازم بقي القاتل هو ذاته لم تتغير جرائمه ولم تتبدل اهدافه مهما حاول التخفي وراء اكاديب وفبركات وادعاءات كيف لا وهم من يقتلون المرأة ويسرون في جنازته متباكين عليها المجموعات الارهابية في سوريا وبدعم وتحريض من داعميها دابت على استخدام واستخدام المواد الكيميائية ضد السوريين حيث تكررت الجريمة في اكثر من منطقة وفي كل مرة يفلتون من العقاب الدولي بل يحظون بغض الطرف عن جرائمهم جديد هؤلاء هي الحملة التي نظموها وهيأ لها منابرهم الاعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كي يطلق المزاعمة بان الجيش العربي السوري استخدم المواد الكيميائية في ادلب حملة منظمة تم اعدادها كي تنطلق بتزامن وتكثيف تم الاعداد له من قبل الارهابيين وداعميهم فيما تبرهن الحقائق انهم يستقدمون المواد الكيميائية من توركيا ويجرون عليها التجارب ويستخدمونها ضد السوريين بلا اي رادع او وازع الارهابيون القتلى يستخدمون ابواقهم الاعلامية المأجورة ليروجوا الاكاذيب وهم يعتقدون ان احدا سيصدقهم لكن الحقائق على الارض تضحط دائما كل مزاعمهم اشتركوا في القناة